استشهد صحفيان احدهما نجل الزميل الصحفي ويل الدحدوح واصيب اثنان اخران اليوم في قصف اسرائيلي غاشم استهدف مركبتهم غرب خان يونس وافادت مصادر محلية بان طائرة مسيرة اسرائيلية اطلقت صاروخا صوب مركبة كان يستقلها صحفيون ما ادى لاستشهاد الصحفي حمزة نجل ويل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريع واصابة اخر في قصف اسرائيلي استهدف صحفيين في منطقة الميراجة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة كما اصيب في القصف الاسرائيلي مراسل فلسطين اليوم احمد البرشة والمصور عامر ابو عمر ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي واصابة 71 بجروح خطيرة ترجمة نانسي قنقر